بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أنا دكتورة سوسر ناجد تميمي وهذه قناتي إذا لم تكنوا مشتركين في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد طبعا أي مريض يستخدم أكثر من دواء يعني هناك الكثير من المرضى لديهم أكثر من دواء هنا أريد أن أنبه لا تستخدم جميع الأدوية في وقت واحد لأنه لا تضمن يعني قد تحدث تفاعلات دوائية ممكن تؤدي إلى توقف القلب إلى هذه الدرجة فأي دواء ممكن تستخدمه يعني تستخدم أكثر من دواء يعني دع هناك وقت فاصل إذا كان بالإمكان يكون أربع ساعات ست ساعات يفضل كل ما كان يعني عدد الساعات أكثر يعني هناك بعض الأشخاص يستخدم خمسة أدوية تمام ففارق قدر الإمكان إذا كان يسمح كل ما زادت عدد الساعات التي تكون يعني فرق بين الدواء والدواء الآخر كان هنا أأمن لهذا الشخص أرجاء الانتباه كذلك الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من دواء إذا كان من بين هذه الأدوية أدوية دهون أو غيره تجنبوا استخدام يعني تجنبوا تناول فاكهة تسمى الجريب فروت هذه الفاكهة خطيرة جدا تشبه البرتقال هذه ممكن تزيد تركيز الدواء إلى تراكيز مهولة بحيث إنه كأنك انتحرت بهذا الدواء يعني كأنه وصلت إلى الجرعة السامة أي شخص استخدم أدوية لابد أن يتجنب هذه الفاكهة بالنسبة للفيتامينات حتى الفيتامينات والمكملات الغذائية لا تأخذها بنفس الوقت لا تضمن حدوث تفاعلات دوائية في حال أصبت بأي إصابة حادة لابد أن تنتبه بعض المضادات الحيوية يكون لها تداخل مع بعض الأدوية وبالتالي ممكن أن تؤدي إلى اختلال في نظامية القلب وممكن تؤدي إلى الموت المفاجئ في أمان الله